إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم اجتمع الفريق المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير في الحكومة المحلية بمحافظة السليمانية لبحث آخر المستجدات والتحضيرات للمراحل القادمة وإعادة تنظيم العلاقات الثنائية بصورة أفضل على صعيد محافظة سليمانية خاصة وأقليم كردستان بشكل عام كما تم تقييم الوضع الراهن وصياغة سياسة العمل المشترك والتحضيرات للمراحل المقبلة بإشراف كل من مصطفى السيد قادر نائب رئيس قليم كردستان وقباط طلباني نائب رئيس حكومة القليمة أشدد الأجتماع على ضرورة تعزيز العلاقات بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير على المستويين الحكومي والحزبي لتكون في مستوى طموح المواطنين ومواجهة التحديات والدفاع عن المطالب والاحتياجات المشروعة لمحافظة السليمانية